طلابنا الأعزاء أصعد الله مساءكم جميع ويعطيكم العافية تمنى أنكم تكونوا بصحة وسلامة طلاب الصناعي احنا وصلنا بصفحة رقم 16 عند الأسئلة المنوعة إن شاء الله اليوم رح نأخذ الأسئلة المنوعة مع أسئلة إيجاد الثوابت بحيث إن شاء الله الأسبوع الجاي أو ممكن في نهاية الأسبوع حاد نأخذ اللي هو نبدأ في درس التكامل بالتعويض الآن الأسئلة المنوعة بتعتمد على الملاحظة الموجودة عندك بصفحة رقم 16 اللي هي اللي بدنا نوضح فيه إنه المشتقة عكس التكامل والتكامل عكس المشتقة يعني لو أنا بدي أشتق التكامل غير المحدود مشتقة التكامل غير المحدود دائماً بيطلع ما داخله كيف يعني؟ عشان نفهمها لو أنا كان عندي على سبيل المثال صاد تساوي تكامل الاثنين سين دال السين وطلبت منك إنك توجد المشتقة جد المشتقة في هاي الحالة البعض ممكن يروحي كامل فيقول لك صاد تساوي تكامل الاثنين سين اللي هي أصلها اثنين سين تربيع على اثنين زاء الجين بعد الاختصار رح تطلع صاد تساوي سين تربيع زاء الجين أنا بدي صاد الفتحة بدي أروح أشتق فصاد الفتحة تساوي السين تربيع مشتقتها اثنين سين والجين ثابت شو مشتقته صفر فلاحظ إنه عملية الاشتقاق في الآخر هي كإنها لغت إشارة مين التكامل بدل هذا الشغل الكامل لما يجي يحكي لي والله صاد تساوي تكامل اثنين سين دال السين ببساطة ببساطة بده المشتقة فعلى طول بأخذ ما داخله مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله يعني المشتقة بتلغمين التكامل فقط ما في داعي أروح أجري عملية التكامل وبعديها أرد أرجع أشتق ما هو التكامل والاشتقاق من أول حصة اتفقنا على إنهم عكس بعض عند وجود التكامل مع المشتقة رح يلغوا بعض هذا في حال كان التكامل غير محدود لكن لو كان التكامل محدود طلع إذا كان التكامل مثلا من واحد لاثنين اثنين سين دال السين فالتكامل المحدود لما أنا بدي أجي أوجد المشتقة حتى لو أنا بدي أروح أكامل هاي تكاملها اثنين سين تربيع على اثنين بجري عملية التكامل وبحطي الحدود الاثنين مع الاثنين بدأ تروح اثنين تربيع اربع واحد تربيع واحد والجواب كام ثلاث لو بدي أجي أشتقي الآن صاد الفتحة تساوي هذا ثابت مشتقة الثابت كام صفر فعشان هيك برضو ما في داعي كامل احنا على طول مجرد ما شفنا مشتقة لتكامل محدود بنواخد الجواب صفر ما في داعي إني أجري عملية التكامل أصلا عادة هو في الامتحان بيحط لنا إشي ما بنستطيع كامله أو تكامله طويل جدا فهي اللي هي كانت الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية إنه مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله بيطلع الجواب فقط إيش اللي جواته مشتقة التكامل المحدود دائما صفر ليش؟ لأنه التكامل المحدود دائما جوابه ثابت ومشتقة الثابت دائما صفر الملاحظة الثالثة إذا عندي تكامل قافل فتحة تكامل قافل فتحة بيعطيني السؤال الأصلي احنا اعكنا للاشتقاق عكس التكامل فالمشتقة بتروح مع التكامل بس لا تنسى لازم نحض زائد جيم إذا لما بدي أكامل قاف الفتحة لازم أكتب الجواب قاف زائد جيم جيم دلالة على الثابت الذي أصبح صفرا عند عملية الاشتقاق عشان نيجي نطبق على مجموعة الملاحظات هاي نشوف مجموعة من الأسئلة عليها نشوف أول سؤال وهو أحد أسئلة الكتاب بيحكي لنا إذا كان تكامل قاف السين دالة السين يساوي أربعة سين تكعيب زائد خمسة سين ناقص أربعة فجد بدي قاف الصفر قاف الفتحة لمن للصفر هس أسهل إشي أنا عشان أجي أتعامل محا أوجد قاف الصفر طبي عمي أنا باجي بس ألحالي عندي قاف أو الله عندي قاف طلع قاف موجودة بس شو محا إشارة التكامل عشان أخلص من التكامل بدي عكسه زي لما يكون عندنا إحنا إذا بتتذكر لما يكون عندي على سبيل المثال سين تكعيب تساوي ثمانية بدي أخلص من التكعيب بأخذ عكسه فكنت أخذ الجذر التكعيبي الجذر التكعيبي فيطلع معاي سين تساوي الجذر التكعيب الثمانية اثنين لما يكون عندي على سبيل المثال اثنين سين يساوي أربعة فأنا بدي عكسه عشان أطلع سين عكس الضرب هم في ضرب فبدي عكسها أنه نقسم على 2 على 2 فبتطلع سين شو بده تساوي الاثنين لما يكون عندي على سبيل المثال جمع فكنا نطرح اثنين نطرح اثنين فتطلع معاي سين شو بده تساوي أربع لما يكون عندي جذر جذر السين مثلا تساوي ثلاث بدي أخلص من الجذر التربيعي بدي عكسه بربع بربع تربيع مع الجذر بدت تروح سين تساوي ثلاث تربيع كام تسعة إذن هاي كان كل إشي في حل المعادلة اللي بدنا نأخذ عكسه الآن أنا لما كان عندي تكامل الآن هون أنا بدي أوجد قاف طب أنا قاف موجودة بس عندها تكامل فبدي أخلص من التكامل عشان أخلص من التكامل بدي عكسه وعكس التكامل هو الاشتقاق لذا بحكي له نشطق الطرفين بروح باشتق مين الطرفين مشتقة التكامل غير المحدود مشتقة هذا الطرف فقط بتلغي التكامل فرح يكون ما داخلها اللي هو قاف السين حسب الملاحظة إنه مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله بس بطلع عند اللي داخله مشتقة هاي 12 سين تربيع زائد 5 الآن بدي قاف السفر بروح بعود صفر قاف السفر 12 في صفر تربيع زائد 5 والجواب كام 5 الآن بدي قاف الفتحة طبعا عندي قاف فبروح أطلع قاف الفتحة قاف الفتحة للسين وتساوي اللي هي 2 في 12 24 سين الخمسة ثابت مشتقة صفر فقاف الفتحة الآن للواحد وتساوي 24 في الواحد والجواب كام 24 نشوف كمان سؤال من الأسئلة اللي أجد في الوزارة ننتبع على هذا السؤال بحكي لنا إذا كان سين قاف السين ناقص تكامل 30 قاف السين دال السين يساوي تكامل قاف الفتحة للسين دال السين وكان قاف الاثنين بتساوي أربعة جد قاف الفتحة للاثنين أنا بدي قاف الفتحة لمن للاثنين بلاحظ أنه هون عندي قاف الفتحة بس شو محها محها إشارة تكامل طبعا أنا بدي أخلص من إشارة التكامل عندي قاف الفتحة أنا بدي قاف الفتحة لحالها طب يا عمي محها إشارة التكامل بدي أخلص من شرط التكامل فبدي عكس الاشتقاق عكس التكامل شو هو؟ الاشتقاق بدي عكسه اللي هو الاشتقاق بس إذا اشتقيت هذا الاشتقاق أنا عم بدخله على المسألة فلازم أروح اشتق الطرفين ما بصير تشتق فقط الطرف هذا هاي معادلة زي ما بتجري إشي على طرف لازم تجريه على الطرف الثاني فمنيجي نحكي هون نشتق الطرفين نشتق الطرفين الآن مشتقة هاي قاعدة ضرب لما بدنا نجي نشتق هاي مشتقتها قاعدة ضرب هاي الأول وهي الثاني إذن الأول مشتقة الثاني قاف السين بتصير قاف الفتحة للسين زائد الثاني مشتقة الأول شو مشتقة السين واحد ناقص مشتقة التكامل غير المحدود هذا التكامل غير محدود مشتقته ما داخله إذن بس بشيل إشارة التكامل تساوي مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله بس بشيل إشارة التكامل هي قاف الفتحة للسين لما بدنا نجي نعوض بدي قاف الفتحة للاثنين ما كان كل سين رح أعوض اثنين اثنين قاف الفتحة للاثنين زائد قاف الفتحة للاثنين ناقص ثلاثة في اثنين في قافل اثنين تساوي قافل فتحة لمين للاثنين الآن اثنين قافل فتحة للاثنين أنا بدي إياها بنزلها زائد قافل اثنين قافل اثنين معطيني قيمتها في السؤال أربعة ناقص ستة قافل اثنين قافل اثنين معطيني قيمتها في السؤال أربعة تساوي قافل فتحة للاثنين بنقول هاي للطرف الثاني 4 ناقص 24 تساوي قافل فتحة للاثنين ناقص قافل فتحة للاثنين سالب 20 تساوي طبعا هاي ناقص 2 قافل فتحة للاثنين سالب قافل فتحة للاثنين السالب مع السالب بروح فبيطلع عندي قافل فتحة للاثنين بده يساوي كم 20 بهذا الشكل بكون أوجدت قافل فتحة للاثنين نشوف كمان سؤال نيجي نطلع على هذا هذا سؤال أجل في الوزارة بثمان علامات كان فيه زيه في الكتاب قبل ما يجبوه في الوزارة بس تغيير أرقام إذن هو ما كان سؤال جديد ولا كان سؤال غريب هو سؤال كان موجود زيه في الوزارة فقط تغيير أرقام نشوف هذا السؤال كيف نتعامل معه معطينا تكامل قافل فتحة معطينا تكامل قافل فتحة للسين زائد سين تربيع دال السين يساوي 2 سين تكعيب زائد جيم السين تربيع زائد 2 وكان قافل فتحة للواحد أربعة قافل اثنين ستة جد قافل سالب واحد لأن عشان أجي أشتغل بهذا أول شغلة بنتبه قبل ما نطبق عليه أنه بدي أوجد قيمة مين جيم هون السؤال معطيك يا في ثابت فأنا بدي أوجد قيمة هذا الثابت طبع عشان أوجد هذا الثابت بدي معادلة المعادلة بتحكيه لك قافل فتحة للواحد تساوي أربعة إذن هاي المعادلة الأولى قافل فتحة للواحد شو بدها تساوي أربعة طيب أنا عشان أحققها معناته بدي قافل فتحة وأعوض فيها واحد طبي عمي عندي قافل فتحة آه والله في قافل فتحة بس شو محها محها إشارة التكامل بدي أخلص من إشارة التكامل بالتالي بدي عكسه شو عكسه الإشتقاق لذا نحكي له نشطق الطرفين نشطق الطرفين مشطقة التكامل غير المحدود ما داخله يعني هون بدي أطلع عندي قافل فتحة للسين زائد سين تربيع تساوي هاي لما نيجي نشطقها ستة سين تربيع زائد اثنين جيم سين والاثنين هاي صفر قافل فتحة للواحد تساوي أربع إذا مكان كل سين بدي أعوض واحد وأعوض الأربع مكان قافل فتحة حتى أوجد قيم الجيم قافل فتحة للواحد تساوي أربع فباجأ عوض قافل فتحة للواحد زائد واحد تربيع تساوي ستة في واحد تربيع زائد اثنين جيم في الواحد قافل فتحة للواحد معطيني قيمتها كم أربع زائد واحد تربيع واحد تساوي ستة زائد اثنين جيم بنقولها إلى الطرف الثاني خمسة ناقص ستة تساوي اثنين جيم من هون سالب واحد يساوي اثنين جيم بقسم على اثنين بالطرفين فبتطلع جيم كم سالب نص بهذا الشكل بكون طلعت قيمة جيم لان برجع بعوضها برجع بعوضها هون هاي قافل فتحة للسين زائد سين تربيع تساوي ستة سين تربيع اثنين في سالب هاي اثنين في سالب نص سين اذا ما كان جيم بحطينا قيمتها لان هاي بدأ نقولها للطرف الثاني كانت موجي بشو بدأت تسير سالب ستة سين تربيع ناقص سين تربيع خمسة سين تربيع ستة سين تربيع ناقص واحد سين تربيع خمسة سين تربيع موجي في سالب سالب الاثنين مع الاثنين تختصر هاي سي لان بعد ما خلصنا انا بدي يقاف السالب واحد بدي يقاف السالب واحد لان شو عندي انا هون قاف الفتحة طب انا بدي يقاف انا هون عندي المشتقة بدي الأصلي معناته بدي أخلص من المشتقة فبدي عكسه شو عكس المشتقة؟ إنه نكامل بالتالي لازم نروح نكامل الطرفين تكامل بأخذ التكامل بالطرفين عشان أخلص من المشتقة تساوي تكامل خمسة سين تربيع ناقص سين دال السين تكامل قاف الفتحة قاف السين تساوي خمسة سين تكعيب على ثلاث ناقص سين تربيع على ثنين لا تنسى تحط زائد جيم حطينا زائد جيم لن بدأ وجد جيم بدك تدير بالك جيم اللي هون مش نفسها جيم اللي هون طبعا كيف دأ وجد جيم اللي هون حكا لي قاف الفتحة شو بتتساوي؟ ستة قاف الفتحة ستة فبالتالي باجي بعوض قاف الفتحة خمسة في اثنين تكعيب على ثلاث ناقص اثنين تربيع على اثنين زائد جيم وهاي كلها شو بدأ تساوي؟ ستة اثنين تكعيب ثمانية في الخمسة أربعين على ثلاث ناقص اثنين تربيع أربعة اثنين اثنين زائد جيم يساوي ستة ونهل هدول للطرف الثاني فجيم تساوي كانت سالي بدأ تصير موجبة ستة زائد اثنين ثمانية ناقص أربعين على ثلاث ثلاث بوحد مقامات بضرب في ثلاث بضرب في ثلاث فبدأ تسير اربع وعشرين ناقص أربعين سالب ستة عشر على ثلاث من هون برجع بعوض قيمة جيم لازم ارجع عوض قيمة جيم الآن هي قاف السين قاف السين تكعيب على ثلاث ناقص سين تربيع على اثنين مكان الجيم مكان الجيم بدنا نحط قيمتها سالب ستة عشر على ثلاث الآن بعد ما خلصنا بدنا نروح نعود قاف السالب واحد وتساوي خمس في سالب واحد تكعيب على ثلاث ناقص سالب واحد تربيع على ثنين ناقص ستة عشر على ثلاث تحسبها وبتطلع الجواب تحسبها وبتطلع الجواب هذا السؤال لازم تعيده اكثر من مرة هو طبعا سؤال كان في زيه في الكتاب تغيير ارقام وجابوه في الوزارة زي ما انت شايف ثمن علامات من مية نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال رقم أربع وخلينا ننتبه عليه سؤال رقم أربع وخلينا ننتبه عليه بإمكانك توقف الفيديو وتحاول تحل انت سؤال أربع يريد توقف الفيديو وتحاول تحل سؤال أربع أنا بعتقد أنك انت توقفت وحاولت تحل سؤال أربع خلينا نشوف بحكي لنا إذا كان تكامل قاف الفتحة للسين زائد سين دال السين يساوي سين تكعيب زائد كافة سين تربيه زائد واحد وكان ميل المماس لمنحنا قاف السين عند النقطة واحد وثلاث هو خمسة هلأ ميل المماس عند النقطة واحد وثلاث هو خمسة أنا بستفيد منها شغلتين أول شغلي بستفيد منها إنه قاف الواحد شو بدي يساوي ثلاث هاي مرت معنا في المستوى الثالث قاف الواحد شو بدي تساوي ثلاث قاف الواحد شو بدي يساوي ثلاث أما ميل المماس فهو المشتقة ميل المماس المشتقة عند الواحد شو بدي تساوي خمس دائما أي زوج مرتب قاف الألف يساوي باق قاف الواحد يساوي ثلاث ميل المماس هو المشتقة وتساوي كم خمسة جد قيمة الثابت كاف بدنا نوجد قيمة الثابت كاف لأننا عشان أوجد قيمة الثابت كاف لاحظ أنه مجهول واحد بدي معادلة واحدة إذا أنا بدي أخذ هاي فأنا بدي قاف هل أنا عندي قاف لا بدي قاف الفتحة إذا بدي أخذ هاي المعادلة بدي قاف الفتحة طبعا عندي قاف الفتحة بسمحة إشارة تكامل فبالتالي أول شغلة بفكر فيها أني أخلص من إشارة التكامل طبعا عمي عشان أخلص من إشارة التكامل بدي عكسها شو عكسها؟ عكس التكامل الإشتقاق لذا بحكي له نشتق الطرفين بروح أشتق مين؟ الطرفين مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله هذا الطرف بيعطيني قاف الفتحة للسين زائد سين تساوي مشتقة الطرف اللي هون ثلاثة سين تربيع زائد اثنين كاف سين والواحد مشتقته كم؟ صفر الآن عشان أجي أوجد قيمة كاف قاف الفتحة للواحد تساوي خمسة قاف الفتحة للواحد زائد واحد تساوي ثلاثة في واحد تربيع زائد اثنين كاف في الواحد قاف الفتحة للواحد خمسة أعطينا قيمتها زائد واحد تساوي ثلاثة زائد 2 كف هذه 6 ناقص 3 تساوي 2 كف ثلاثة تساوي 2 كف بقسم على 2 على 2 فالكاف تطلع معنا 3 على 2 بهذا الشكل بكون أوجدة قيمة من كف بهذا الشكل بكون أوجدة قيمة كف نشوف سؤال ثاني أجى في الوزارة ب6 علامات خلينا نشوف هذا السؤال بحكي لنا إذا كان قاف كثير حدود من الدرجة الثانية لاحظ هو حكى لك نوعه بس ما أعطى قاعدته وكان قاف الصفر يساوي قاف الواحد يساوي صفر والتكامل من صفر للواحد قاف السين دال السين يساوي واحد جد قاعدة الاقتران أنا بدي قاعدة الاقتران عشان أوجد قاعدة الاقتران لازم أكون حافظ قاعدة كثير الحدود من الدرجة مين الثاني قاعدة كثير الحدود من الدرجة الثانية القاعدة العامة له أنا بدي أكون حفظها هي ألف سين تربيع زائد باء السين زائد جين بلاحظ هاي القاعدة فيها ثلاث مجهيل فيها كم مجهول؟ ثلاث مجهيل ألف وباء وجين فبالتالي أنا بحاجة لثلاث معادلات وهو أعطاني هنا في نص السؤال هاي المعادلة الأولى إن قاف الصفر تساوي كم صفر المعادلة الثانية إن قاف الواحد تساوي صفر والمعادلة الثالثة إن التكامل من صفر للواحد قاف السين دال السين تساوي كم الواحد إذن ثلاث مجهيل عندي ثلاث معادلات عشان نحققهم واحدة واحدة عوض مكان كل سين صفر ألف في صفر باء في الصفر زائد جين وهاي بدأت تساوي صفر بالتالي جين كم قيمتها صفر إذن بهذا الشكل أنا أوجدت قيمة مين جين قاف الواحد عوض ألف في واحد تربيع زائد باء في الواحد زائد الجين ما أنا طلعت قيمتها صفر وهاي كلها شو بدأت تساوي صفر وعليه ألف زائد باء تساوي كم صفر ومنه الألف تساوي سالب باء هاي المعادلة مين الثاني هسا المعادلة الثانية أو الثالثة هي اللي معطينيها على شكل تكامل وحتى أوجدها باستخدام التكامل نكتب القاعدة بعد ما طلعنا المعادلات الآتية هاي قاف السين مكان الألف بدي حط قيمتها سالب باء سين تربيع زائد باء السين هي صارت قاعدة الاغتران الآن الجيم عوضنا مكانها صفر فعشان هيك راحت الآن بعد ما احنا كتبناها بهذا الشكل تعال نطبق عليها التكامل التكامل من صفر للواحد سالب باء سين تربيع زائد باء السين داء للسين وهاي كلها شو بدأت تساوي واحد نيجين كامل سالب باء سين تكعيب على ثلاث زائد باء سين تربيع على ثنين حدود التكامل من صفر للواحد شو بدأت تساوي واحد تعويض الواحد واحد تكعيب في السالب باء على ثلاث زائد واحد تربيع واحد على ثنين في الباء باء على ثنين تعويض الصفر صفر صفر تساوي الواحد واحد مقامات هاي بنا نضربها في اثنين نضربها في اثنين هاي نضربها في ثلاث راح يطلب معنا سالب اثنين با زائد ثلاث با على ستة بدي يساوي كم الواحد لم نضرب ضرب تبادلي سالب اثنين با زائد ثلاث با ستة في السالب ستة في الواحد ستة بهذا الشكل من كون طلعنا قيمة مين با بدك تطلع قيمة ألف ارجع عوض هون ألف تساوي سالب ستة الان لما بدي ارجع اكتب قاعدة الاغتران هي قاعدة الاغتران البعض فكر انه طلع ألف وبا وجيم انه خلص لا دير بالك لازم اتعوض مكان الألف قيمتها سالب ستة مكان البا قيمتها ومكان الجيم قيمتها صفر لو ما كتبتها طبعا عادي بهذا الشكل بكون طلعت قاعدة كثير الحدود بهذا الشكل بكون طلعت قاعدة ايش كثير الحدود الان في عنا كمان سؤال شبيه فيه اللي قدام شوي رح نشوفه نشوف سؤال رقم ستة سؤال رقم ستة سؤال رقم ستة بدنا ننتبع عليه فيه له عدة طرق للحل اول طريقة خلينا نشوف بحكينا اذا كان تكامل قاف الفتحة للسين دال السين يساوي سين تربيع زاء الثلاثة سين زاء الثلاث حيث قاف الواحد يساوي اثنين جد قاف الاربع بعض الطلاب هيك تعودوا انه دايما نروح يشتق الطرفين فبحكي جي يحكي لك نشطق الطرفين هيك بلش على السريع هذول المستعجلين دايما فمشتقت هذا الطرف مشتقت التكامل غير المحدود ما داخله لان مشتقت الطرف الثاني اثنين سين زاء الثلاث بعد ما اطلع على هيك قال لك عمي طب هو بده قاف انا صار عندي قاف الفتحة بدي عكس المشتقة فبدي اروح كامل بس هلا بدي اكامل الطرفين اجي كامل الطرفين لان التكامل احنا عم ندخله على المسألة فبدي اروحي كامل الطرفين اثنين سين زاء الثلاثة دال السين هاي اول طريقة للحل تكامل قاف الفتحة قاف السين تكامل اثنين سين سين تربيع زاء الثلاثة سين زاء الجين الان قاف الواحد تساوي اثنين عشان اوجد قيم الجيم قاف الواحد شو بده تساوي اثنين واحد تربيع زائل ثلاثة في واحد زائل جيم شو بده يساوي اثنين واحد تربيع واحد زائل ثلاثة اربعة زائل جيم تساوي اثنين ومنه الجيم تساوي اثنين ناقص هاي لو بنقولها الطرف الثاني اثنين ناقص اربعة سالب اثنين لاحظ كم طلعت قيم الجيم سالب اثنين لن برجع بكتب قاعدة الاغتران قاف السين سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص اثنين بدي قاف الاربع باجي اعوض الاربع اربع تربيع زائد ثلاثة في الاربع ناقص اثنين والجواب 16 و 12 28 ناقص اثنين كام 26 هاي كانت الطريقة الاولى لحل هذا السؤال الطريقة الثانية الطريقة الثانية بيجي طالب بقولك لا يا عمي انا عندي تكامل قاف الفتحة وبيدي قاف طب انا بعرف انه بس اطيع اني اكامل تكامل قاف الفتحة بيعطيني قاف السين زائد جين لكن هون بدك تنتبه لما بدك تكامل ما بتكامل طرفين بتكامل طرف واحد فقط طب ليش طرف واحد فقط لانه هون التكامل اصلي مش احنا اللي دخلناه على المسألة شوف هون لما يجينا نكامل كاملنا الطرفين لانه هون ما عد في تكامل اصلي احنا دخلناه على المسألة فبتدخله على الطرفين اما لما بدك تيجي تكامل من بداية السؤال تكامل قاف الفتحة بيعطيني قاف السين زائد جيم بس بكامل فقط هذا الطرف انا حسبت قيمته الطرف الثاني ما الي علاقة فيه بينزل كما هو الان من هون قاف الواحد يساوي اثنين عشان اوجد قيم الجيم قاف الواحد زائد جيم تساوي واحد تربيع زائد ثلاثة في الواحد زائد ثلاث قاف الواحد اثنين زائد جيم تساوي واحد وثلاث وثلاث سابعة ونقول له للطرف الثاني كانت موجودة تسير سالة بسبعة ناقص اثنين كم خمس بيجي الطالب بينصدم بقول لك عمي تعال انت تغيرت عنده قيم الجيم انت قبل شوي قيم الجيم كانت طالعة سالة بثنين لان قيم الجيم خمسة نعم قد تختلف قيم الجيم ما عندنا مشكلة لكن لما ترجع ترجع قيمتها شوف حط هون خمسة هيقاف السين زائد خمسة تساوي سين تربيع زائد ثلاثة السين زائد ثلاث انه للخمسة للطرف الثاني قاف السين تساوي كانت موجبة الخمسة كانت موجبة بدأت سين سالة بثلاث ناقص خمسة كم سالة بثنين لاحظ قيم الجيم نعم اختلفت طلع قيم الجيم اختلفت بين هون وهون هون سالة بثنين وهون طلعت خمسة بس شكل الاقتران نفسه ناتج التعويض والجواب النهائي نفسه اربعة تربيع زائد ثلاثة في الاربع ناقص اثنين والجواب كام ستة وعشرين اذا اللي بدأ نبهك عليه انه قيم الجيم ما بتعطيك مؤشر هالحلي صح والحلي لا غلط هو يختلف تختلف قد تختلف باختلاف طريقة الحل لكن بالاخر كلياتنا الجواب النهائي لاننا لازم يطلع نفس الجواب نيجي نشوف سؤال سبعة سؤال سبعة اجا في الوزارة ضع دائر ربع لمتين بيحكي لك اذا كان قاف السين يساوي تكامل جواته تكامل من صفر لسالب اثنين اربع سين دال السين ناقص ثلاثة سين تربيع دال السين تفجد قاف السالب واحد انا عندي قاف وبيدي قاف الفتحة عندي قاف وبيدي قاف الفتحة فابدر اروح اشتق لما نجي نشتق هاي قاف الفتحة للسين مشتقة التكامل غير المحدود هذا التكامل غير محدود مشتقته ما داخله هاي اللي داخله هذا كله اللي داخله اللي داخله من صفر لسالب اثنين اربع دال السين ناقص ثلاثة سين تربيع اذا مشتقة التكامل غير المحدود ما داخله بس هاي بقدر احسب قيمتها هذا ثابت الثابت في العلوي ناقص السفلي وهذا بينزل كما هو البعض بيستغلوا بينه ليش هذا ما تكامل وهذا التكامل انتهى هون هيدا للسين دير بالك هذا التكامل انتهى هون فالتكامل فقط لهذا الجزء هذا ما ليش علاقة فيه فرح يطلع معك سالب ثمانية ناقص ثلاثة سين تربيع الان بدي قافل فتحة للسالب واحد وتساوي سالب ثمانية ناقص ثلاثة في سالب واحد تربيع والجواب لما تحسبها بتطلع سالب احداش كمان سؤال هو من اسئلة الكتاب قريب للسؤال السابق نشوف هذا السؤال كيف نتعامل معه معطينا قافل سين وبدو قافل فتحة للسين طب عندي قافل سين بدي قافل فتحة للسين بدي ابدأ اشتاق هاي قافل فتحة للسين تساوي السين تربيع مشتقتها اثنين سين ناقص مشتقت التكامل غير المحدود هذا التكامل غير محدود شو مشتقته ما داخله طب شو اللي داخله هذا كله ما داخله طب حين ناقص مشتقت تكامل غير المحدود ما داخله ثلاثة سين تربيع ناقص تكامل من صفر للواحد اثنين صاد دال الصاد وتساوي هاي ثنين سين وزع السالب سالب ثلاثة سين تربيع زائد التكامل من 0 للواحد 2 صاد دا للصاد لكن هذا بقدر أحسب قيمته بحسبه على جنب 2 صاد تكاملها صاد تربي حدود تكامل من 0 للواحد 1 ناقص 0 والجواب 1 إذن 2 سين ناقص 30 تربيع زائد 1 بهذا الشكل بكون أنا طلعت قاف الفتحة للسين بهذا الشكل بكون طلعت قاف الفتحة للسين دعونا نرى سؤال رقم 8 كيف نتعامل معه سؤال رقم 9 هذا كان سؤال رقم 8 نرى هذا الشبيه بالسؤال اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو تبع الاقتران التربيعي دعونا نرى كيف نتعامل معه بحكي لنجد كثير الحدود من الدرجة الأولى بدي كثير الحدود من الدرجة الأولى إذا كان التكامل أول يساوي أربع والتكامل الثاني بدي يساوي كم اثنين الآن كثير الحدود ما أعطاني قاعدته فأنا بدي أروح أكتب له إيش قاعدته العامة أنا بدي أكون حفظها ألف سين زائد إيش باب هاي قاعدة كثير الحدود من الدرجة الأولى بلاحظ أنه فيها كم مجهول فيها مجهولين فيها ألف وفيها باب بما أنه فيها مجهولين فبالتالي أنا بحاجة إلى معادلتين بحاجة إلى معادلتين طيب كيف أنا بدي أتعامل معها المعادلة الأولى ما أعطيك التكامل شوف هاي التكامل من سالب واحد للواحد قا في السين يهو ألف سين زائد با دال السين شو بدي يساوي أربع تعال نيجي نكملها ألف سين تربيع على اثنين زائد با السين حدود التكامل من سالب واحد للواحد شو بدي تساوي أربع نيجي نعوض ألف في واحد تربيع على اثنين زائد با في الواحد عوضنا مكان كل سين واحد واحد فظلت زي ما هي ناقص ألف على اثنين في سالب واحد تربيع زائد با في سالب واحد وتساوي كم أربع هاي ألف على اثنين زائد با ناقص سالب واحد تربيع واحد في الالف على اثنين السالب بدي يتوزع أو خليها كمان شي بنوزعها ناقص با تساوي الأربع لما باجأ وزع السالب لما باجأ وزع السالب هاي ما حايدا تروح اثنين با تساوي الأربع ومنه البا تساوي كم اثنين بهذا الشكل أنا أوجدت قيمة با يعني بإمكاني أرجع أكتب الآن قاف السين تساوي ألف سين مكان البا بقدر أحط قيمتها اثنين الآن عشان أوجد قيمة ألف بدي المعادلة الثاني من واحد لثلاث قاف السين شو قاف السين ألف سين زائد اثنين دال السين وتساوي كم معضيني ياها هذا التكامل اثنين نيجين كامل ألف سين تربيع على اثنين زائد اثنين سين حدود التكامل من واحد لثلاث وتساوي اثنين ثلاث تربيع تعويض العلوي ثلاث تربيع تسعة ألف على اثنين اثنين في ثلاث ستة ناقص واحد تربيع في الألف على اثنين زائد اثنين وتساوي الاثنين وزع السالب تسعة ألف على اثنين زائد ستة ناقص ألف على اثنين ناقص اثنين تساوي الاثنين تسعة ألف على اثنين ناقص ألف على اثنين ثمانية ألف على اثنين ثمانية ألف على اثنين يعني أربعة ألف ستة ناقص اثنين ستة ناقص اثنين أربعة بنقولها للطرف الثاني فرح تسير معنا 2 ناقص 4 بقسم على 4 على 4 بالطرفين فبتطلع معي الألف كم قيمتها اللي هي سالب نص بهذا الشكل طلعت قيمة ألف سالب نص برجع الآن بروح حون وبعوض مكان الألف سالب نص سين زائد 2 بهذا الشكل بكون أنا طلعت قيمة مين بكون طلعت قيمة أو قاعدة الاغتران كثير الحدود من الدرجة الأولى بدي منك الآن اتوقف الفيديو وتحاول تحل لي سؤال 10 بدي توقف الفيديو وتحاول تحل سؤال 10 أنا بفضل ضنك وقفت الفيديو وحاولت تحل سؤال رقم 10 خلينا نشوف كيف بدنا نتعامل مع سؤال رقم 10 بحكي لك إذا كان قاف الفتحة للسين تساوي ومنحنا الاغتران قاف يمر بالنقطة أربعة وصفر جد قاعدة الاغتران الاغتران بمر بالنقطة أربعة وصفر يعني قاف الأربعة شو بده تساوي صفر الآن بدي قاعدة الاغتران يعني المطلوب مني أوجد قاف السين دائماً لما يحكي لقاعدة الاغتران يعني أنا بدي قاف السين طيب أنا عشان أوجد قاف السين بلاحظ أنه عندي قاف الفتحة طيب بدي أخلص من المشتقة فإذا نبدأ أخلص من المشتقة بدي عكسها شو عكس الاشتقاق التكامل فبالتالي بدنا نروح نكامل الطرفين هاي تكامل دال السين تكامل قاف الفتحة قاف السين هاي عشان نجي نكملها بدها تجهيز ستة في سين أس نص الداخل على الخارج ورفاعتها للأعلى فبدت تصير سالب فهي بدت تصير ستة سين أس سالب واحد زائد اثنين واحد على اثنين مقلوبها اثنين على واحد زائد جي بالتالي قاف السين تساوي اطناش جذر السين زائد جي حكالي قاف الأربع تساوي كم صفر هدفها إني أوجد قيم الجيم فقاف الأربع تساوي اطناش في جذر الأربع زائد جيم تساوي صفر جذر الأربع اثنين ثلاثناش أربع وعشرين زائد جيم تساوي كم صفر بنو للطرف الثاني إذن الجيم كم سالب أربع وعشرين إذن برجع بعوضها قاف السين تساوي اثناش جذر السين ناقص أربع وعشرين بهذا الشكل بكون أنا أوجدت قاعدة هذا الاقتران هاي كانت مجموعة من الأس المنوعة على أنه التكامل بيلغي المشتقة والمشتقة بتلغي التكامل والآن برضو كان هاي الأسئلة عملنا فيها أو معاها كان فيها مجموعة من أسئلة إيجاد الثوابت الآن بدنا نركز أكثر شوي على أسئلة إيجاد الثوابت وخلينا نشوف هاي الأسئلة موجودة عندك بصفحة رقم 18 بيحكي لك السؤال إذا كان قاف اقترانا متصلا وكان قاف الواحد أربع وقاف الاثنين اثناش والتكامل من واحد الاثنين ألف قاف الفتح للسين دال السين يساي 16 جد قيمة الثابت ألف هون اللي بدنا ننبه عليه إنه قد يكون الثابت جوة تكامل دائما الإيجاد الثوابت قد يكون الثابت الثابت قد يكون حد سفلي قد يكون الثابت حد علوي قد يكون جوة تكامل وقد يكون في الجواب حسب مكان الثابت أنا دائما بدي أكامل وأتعامل معها وأوجد قيمة هذا الثابت خلينا نشوف على سالمثال عشان أوجد هون قيمة هذا الثابت فأنا بعرف إنه الألف ثابت بينزل تكامل قاف الفتحة يعطيني قاف السين حدود التكامل من واحد لثنين وهي كلها شو بتتساوي ستعاش الثابت أتركها تعويض العلوي قاف الثنين تعويض السفلي قافflo واحد وتساوي كم ستعاش ألف قافل اثنين كم قافل اثنين اطناش قافل واحد أربع تساوي ستعاش إذن هاي ثمانية ألف تساوي ستعاش بقسم على ثمانية على ثمانية فالألف بدأت تساوي كم اثنين بهذا الشكل بكون أوجدت قيمة مين ألف بهذا الشكل بكون أوجدت قيمة ألف نشوف كمان سؤال هذا السؤال هو حالة خاصة جدا 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 أنا ما عندي اقتران هون أكامل تكامل قاف أنا فعليا ما أعرفه طيب الحل هذا يحل على الخواص بس لو في اقتران هون انتبه بالله عليك لو في اقتران هون الأصل إني أكامل لكن هذا السؤال أنا ما عندي إشي أكامل طيب كيف تحله على الخواص كيف على الخواص بما أنه الناتج صفر إذن إجباري الحد العلوي بساوي الحد السفلي يعني باخد ألف تربيع ناقص واحد شو بدي يساوي ثلاث بنقول هالطرف الثاني ألف تربيع تساوي أربعة باخد الجذر التربيعي الجذر التربيعي فالألف تساوي موجب وسالب كم اثنين لكن هذا حالة خاصة جدا كمان شوي في الصفحة اللي بعدها عندنا سؤال الجواب صفر بس ما منعتمد عليه دائما بدنا نكامل ونوجد القيم لأنه قد يوجد نتائج أو قيم أخرى ما بتبين معك نشوف سؤال ثلاث بيحكي لنا إذا كان هذا التكامل كله بدي يساوي أربعين فجد قيمة الثابت با هذا التكامل ثابت ومحدود الثابت في العلوي ناقص السفلي واحد زائد با وهاي كلها شو بدي تساوي أربعين بقسم على خمسة على خمسة بالطرفين اثنين زائد ثلاثة با وزع السالب سالب واحد ناقص با تساوي ثمانية أربعين على خمسة كم؟ ثمانية اثنين ناقص واحد واحد ثلاثة با ناقص با موجب اثنين با تساوي ثمانية بنقول للطرف الثاني اثنين با تساوي ثمانية ناقص واحد سبعة بقسم على اثنين على اثنين إذن البا ثلاثة ونص أو بتخليها سبعة اثنين برضو بصير ما عنا مشكلة فيه إذن أنا دائما لازم أجري عملية التكامل طيب نشوف هذا السؤال بالله نشوف كيف نتعامل معه نفس الطريقة تكامل هاي اثنين سين تكاملها السين تربيع ناقص ثلاثة سين حدود التكامل من الاثنين للبا دو يساوي كم عشرين تعالني يجي نعوض با تربيع ناقص ثلاثة با تعويض العلوي شوف هون المجهول برضو حد علوي تعويض السفلي اثنين تربيع أربع ثلاثة اثنين ستة تساوي عشرين با تربيع ناقص ثلاثة با سالب أربع ناقص ستة سالب اثنين مع السالب تصير موجب تساوي عشرين ونقولها للطرف الثاني المعادلة لما يكون فيها با تربيع وبا اجباري تحل عن طريق التحليل با تربيع وبا بيكون بدها تحليل بس لازم يكون أحد الأطراف صفرا فعشان هيك مننقولها للطرف الثاني فالبا تربيع ناقص ثلاثة با اثنين ناقص عشرين سالب ثمنتاش تيجي تحلل با تربيع با في با ناقص زائد الإشارة سالبة فالإشارات مختلفة ستة بثلاثة من هون البا تساوي ستة والبا تساوي سالب ثلاثة بهذا الشكل بكون أوجدت قيمة مين ألف وأوجدت قيمة مين عفوا قيمة أبا اللي هي طلعت قيمتين ستة وسالب ثلاث خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال خمسة هذا السؤال اللي أنا أبدأ نبهك عليه الآن انتبه معاي بالله هون بعض الطلاب بروح مستاجلا بيشوف بيحكي لك الجواب صفر إذا نجي قيمتها صفر نعم هذا الحل بيعطيك أحد الحلول هو صحيح لكن بغير كامل قد يكون في حلول أخرى وبالتالي إذا أنت بتاخد بس هذا الحل فبتشطب باقي السؤال أو تشطب العلامات الأكبر على هذا السؤال بدك تدير بالغ طالما فيه إشي إنك تجري عملية التكامل فيه اختران فأنا لازم أكامل فأول خطوة هون بدي سويها إنه بدي روح أوزع التكامل هاي من صفر للجيم سين ناقص سين تربيع دا للسين ويساوي كم صفر عشان نجي نكملها هاي سين تربيع على ثنين ناقص سين تكعيب على ثلاث حدود التكامل من صفر للجيم شو بدي ساوي صفر تعويض العلوي جيم تربيع على ثنين تعويض العلوي جيم تكعيب على ثلاث ناقص تعويض السفلي صفر على ثلاث صفر صفر على ثلاث صفر وتساوي صفر الآن جيم تربيع على ثنين ناقص جيم تكعيب على ثلاث تساوي صفر بروح أوحد مقامات بضرب هاي في ثلاث بضرب هاي في ثلاث بضرب هاي في ثلاث بضرب هاي في ثلاث فبتصير 3 جيم تربيع ناقص 2 جيم تكعيب على 6 يساوي 0 أضرب الآن ضرب تبادلي بيظل عنده 3 جيم تربيع ناقص 2 جيم تكعيب تساوي 0 طلع جيم تربيع عامل مشترك من هون الجيم تطلع 0 وإحنا عارفين قيمتها من البداية كم صفر بس في عنا جيم الثاني هاي قيمتها 3 على 2 فبالتالي انت لو كتبت بس صفر رح تاخد علامة واحدة من الحل علامة فقط يعني تخيل السؤال جديد مثلا 6-7 علامات تاخد علامة بس انها كتبت جيم صفر طيب هذا الحل كله في عليه علامات وفي قيمة أخرى لجيم في قيمة أخرى لجيم فلازم تنتبه لها وتشوف كيف بدنا نتعامل معها نشوف كمان سؤال سؤال 6 برضو من أسئلة إيجاد الثوابت كيف بدنا نتعامل معه سؤال أجا في الوزارة بخمس علامات بيحكي لك إذا كان هذا التكامل بده يساوي كم سالب 20 فاجد قيمة الثابت جيم طيب أنا عشان أجي أشتغل عليه شوف أنا عشان أعطيك نصيحة لما يكون في تكامل جوه تكامل شوف هذا التكامل كامل من هون لهون في جوهاته تكامل دايما إخلص من التكامل الداخلي أول إخلص من التكامل الداخلي يعني أنا بإمكاني أخذ هذا التكامل الداخلي أحسبه على جنب تكامل ثلاثة ميم تكاملها ثلاثة ميم تربيع على اثنين البعض بروح بكتبها ثلاثة ميم سين دير بالك دالة التكامل دال الميم إذن ميم متغير هي ثلاثة ميم تربيع على اثنين يعني زي ما بكامل سين ثلاثة سين تربيع على اثنين هون ثلاثة ميم تربيع على اثنين حدود التكامل من صفر للجيم نيجي نعوض ثلاثة على اثنين جيم تربيع ناقص تعويض الصفر صفر والجواب ثلاثة على اثنين جيم تربيع برجع الآن لهذا التكامل هي من سالب واحد للثلاث ثلاثة سين تربيع ناقص اثنين مكان هذا التكامل كاملا بدي أحط قيمته اللي هو ثلاثة جيم تربيع على اثنين دال السين وشو بدي يساوي سالب عشرين الاثنين مع الاثنين بدي تروح هيتكاملها سين تكعيب ناقص ثلاثة جيم تربيع بعطيها سين لاحظ هون أعطيتها سين هون ما كاملتها ثلاثة جيم تكعيب على ثلاث طب ليه مودلة التكامل دال السين فبعطيها سين يعني هذا ثابت حدود التكامل من سالب واحد للثلاث شو بدي يساوي سالب عشرين ثلاث تكعيب سبع وعشرين تعويض العلوي ناقص ثلاثة جيم تربيع في الثلاث ناقص تعويض السفلي سالب واحد تكعيب ناقص ثلاثة جيم تربيع في السالب واحد بدي يساوي سالب عشرين سبع وعشرين ناقص 9 جيم تربيع ناقص سالب 1 تكعيب سالب 1 الآن سالب في سالب موجب 3 جيم تربيع تساوي سالب 20 وزع السالب 27 ناقص 9 جيم تربيع زائد 1 ناقص 3 جيم تربيع تساوي سالب 20 27 1 28 سالب 9 جيم تربيع سالب 3 سالب 12 جيم تربيع تساوي سالب 20 ناقص للطرف الثاني سالب 12 جيم تربيع تساوي سالب 48 سأقسم سالب 12 سالب 12 قسمنا سالب 12 سالب 12 سالب 12 خد لي الجذر خد لي الجذر فالجيم بتطلع موجب وسالب اثنين الجيم بتطلع موجب وسالب اثنين بهذا الشكل بكون انا طلعت قيمة مين جيم هاي مجموعة قيم جيم مطلوب منك الان اتوقف الفيديو وتحاول تحل لي سؤال سبعة وثمانية بدناك تحاول تحل سؤال سبعة وثمانية من عسلة ايجاد الثوابط بافترض انك توقفت وحليت السؤالين هدول وجربت تحلهم خلينا نشوف حلهم عشان تكتب حلهم لانه حلهم مش مكتوب عندك خلينا نشوف كيف بدنا نتعامل معه حتى نيجي نكامل هاد بدنا نجري عملية التكامل بحكي لك اذا هذا التكامل يساوي 5 جد قيمة باف فعشان نيجي نكامل 2 سين هي تكاملها سين تربيع زائد 2 سين حدود التكامل من 1 للبا وتساوي كم 5 نيجي نعوض تعويض العلوي با تربيع زائد 2 با نقص تعويض السفلي 1 تربيع زائد 2 في الواحد يساوي 5 با تربيع زائد 2 با ناقص 3 تساوي 5 اتفقنا إذا بيكون في با تربيع وبا معناته هاي المعادلة تحل باستخدام التحليل هاي إجباري شو بدها؟ التحليل بس عشان أحلل لازم يكون أحد الأطراف صفرا فبالتالي بنعو الهاي للأطراف الثاني با تربيع زائد 2 با ناقص 8 شو بدي يساوي صفر با جاء أحلل هاي بدنا نيجي نحلل با تربيع با في با طبعا إشارة ضرب الآن إشارة سالب سالب موجب هاي 4 في 2 من هون البا بتساوي الاثنين والبا تساوي كم سالب أربع البا بدها تساوي 2 والبا سالب أربع إذن قيم با هي الاثنين والسالب أربع نيجي نشوف السؤال رقم ثمانية كيف بدنا نتعامل معه بحكي لنا إذا كان هذا التكامل يساوي 2 با فجد قيمة با نفس الإشي بدنا نروح نكامل حتى نيجي نكامل هاي تكاملها 2 سين هي سين تربية زائد ثلاثة سين حدود التكامل من صفر للبا تساوي لاثنين با نيجي نعوض با تربية زائد ثلاثة با تعويض الصفر لو تعوض هون صفر صفر تساوي لاثنين با المعادلة فيها با تربيع وبا معناته بدها تحليل أحد الأطراف لازم يكون كم صفرا با تربيع زائد با تساوي صفر ثلاثة با ناقص اثنين با اللي هي البا طلع با عامل مشترك من هون البا تساوي صفرا ومن هون البا تساوي سارب واحد إذن مجموعة قيم با هي الصفر والسالب واحد مجموعة قيم با هي الصفر والسالب واحد بهذا الشكل منكون أوجدنا قيم مين با بهذا الشكل منكون أوجدنا قيم با هاي كانت عبارة عن الأسئلة المنوعة اللي موجودة عندكم الموضوع القادم إن شاء الله رح يكون درس تكاون بالتعويض هو درس جدا بسيط وسهل إن شاء الله مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي رح أنزلكم الفيديو تبع درس التكامل بالتعويض أتمنى إنكم تدرسوا هاي الحصة أكثر من مرة حصة اليوم فعليا هي من سهلة بدها شوي تركيز فيها أفكار مختلفة لازم تركز عليها قدر الإمكان يعطيكم العافية دمتم في خير نلقاكم الصحة والسلام إن شاء الله